في تأكيد منها على جدية الامر وجهت منظمة الصحة العالمية حكومات العالم الى فرض ضرائب على المشروبات المحلى اسوة بالمكسيك التي انعكست الضريبة التي فرضتها السلطات سنة 2014 على المشروبات المحلى ارتفاعا بنسبة 10% في الاسعار في حين تراجع الاستهلاك بنسبة 6% خطورة المشروبات المحلى تكمن وفق المنظمة في انها اهم اسباب السمنة التي يعاني منها ثلث سكان العالم وفي حال فرض الضريبة المقترحة وهي زيادة سعرها 20% سيؤدي ذلك الى تقليص الاستهلاك 20% على المستوى العالمي ازداد عدد حالات السمنة بواقع الضعف منذ عام 1980 ففي عام 2014 كان اكثر من مليار وتسعمائة مليون بالغ يعانون الوزن الزائد وفي عام 2015 كان 42 مليون طفل دون الخامسة يعانون الوزن الزائد او السمنة الاستهلاك الذي توصي به منظمة الصحة العالمية للسكر يمثل 25 جراما او ما يوازي 6 ملاعق صغيرة من السكر يوميا في حين تحوي عبوة من المشروبات الغازية على كمية توازي 10 ملاعق صغيرة من السكر محمد جمال العربية